موضوع الاختلالات اللي صارت في المجتمع باللي حكينا فيه موضوع يعني هالهويات الضيقة اللي ما عمرها كانت جزء من شيامنا نحن يعني لما كنا بالمدرسة ما نعرف مين من أي مكان وحتى يعني إخواننا المسيحية ما نعرفون لما يطلع على صف الدين يعني هذه هي كانت الأردن اليوم تسمع الشباب ويقول لك والله هذا الجزء من تراثنا والآخرة الواحد إذا برجع خمسين أو ستين سنة إلى وراء تختلف كلين يعني اللي كانوا عايشين بالستينات لا يعرفوا ما كانوا يعرفوا الأردن ولا ما كانوا يعرفوا الدين برضي ندخل علينا أمور طارئة اللي مش من شيامنا وبدنا نعيد النظر بشو الهوية اللي تجمعنا شو نحن واليوم العالم عم تغير اليوم أرجع اليوم تشوف الدول العربية كلها يعني تتقدم اقتصاديا وتتقدم حتى بموضوع يعني التعامل المحافظ ويجب أنه على القليل يكون فيه أحزاب تقدم هاي الواحد إما بديروح بهذا الاتجاه أو بيروح بهذا الاتجاه حر ولكن ما ما نحتكر الحقيقة ولا الأخلاق ولا الولاء ولا المواطنة ما بطلع لواحد يقول لك والله أنا أردني أكثر منك ولا أنا مدين أكثر منك ولا أنا محافظ أكثر منك ولا الليبرالي أكثر منك كل واحد حر بيش بيعمله طالما القانون يحميه ويعمل تحت الدستور في التحديث السياسي نعم اسمح لي أنا عشان تحكي أنت عند الوثيقة اليوم الأردنيين عندهم انطباعات حول الفساد عندهم انطباعات حول الإعلام عندهم انطباعات حول الإدارة التي يذكرها جالة منك في أكثر من مناسبة سيدي وين علجتوا هاي الأمور في الوثيقة السياسية نعم علجنا أول شيء الفساد أسوأ شيء بالديمقراطية يعني هذا هو القاتل ولذلك نحنا بالورقة يعني توصي حق الوصول للمعلومة لأنه طالما ما عندك الحق للوصول للمعلومة أي إشاعة بتصدقها فاليوم في ظل الشك بالحكومات ومجالس النواب والمسؤولين والآخرين إذا ما قدرت توصل للمعلومة أي شخص بيوصل لك معلومة بتصير هي الحقيقة واحد تانيا الإعلام الإعلام للأسف اليوم يجب أنه أولا نعيد بنائه ونجيب أفضل الناس وأقوى الناس لإدارته الإعلام الأردني اللي خوى في الدنيا في الخمسينات وقف قدام دول أظمة اليوم وضعه ليس سليم للأسف وبده إعادة نظر وبدنا يعني نحرره من كثير من القيود اللي أمامه اليوم